كوكو ، اليوم قمنا بتحديد جيجة غوتي محشية كيف نحكي لكم مع البنة ، الزوب في الفم ذوبين كيف ترونه ؟ وبما انه مفميش روس في تونس عملت حسابكم وحشيتها بالبرغل ومش اي برغل ، برغل بالفاكية بعد ما نضفت جيجة متائي بالخل والقارس قمنا بتحديد زيتونة وزبدة عصر قارس ملح وفلفل لكحل هذي كوركم و هذي كفاح سبيسيال جيج غوتي في برشة عشيب مونكها ثوم وفلفل احمر على الكولخ و قمنا بتحديد جيجة متائي وحطيت فيها عرفة كليل ونخليها ترتاح سوعة سوعة من زمان كيف نعملو البرغل متائنا؟ خذيت شوية زبدة وعود قرفة وهذو كم ثلاثة كعبات هيل وفوق منهم حطيت البرغل وفواحت ملح في الفلاكحل وشوية ديزيرب دو بخوفانس ونزيدو عليها المي ونطيبوه اشترتيب بشي كمل مبعد يتيب في وسط جيجة ونحشيو الجيجة متائنا ونسكروها مليح ونحطوها في ساك دو كويسان وزيت معها كالبطاطا والسفنيريا صغيرين والزيتون جاربوها ديكم بنا مش نورمال المي اللي بشتايبو الجيجة في ساك دو كويسان نحيتو هذكا وزيتو فوق البرغل اللي نقص طيب وكملت طيبته الفيكي عرشتها مع شوية زبدة والجيجة قاطلت بساعة ونص على مئة وتسعين درجة في ساك دو كويسان من بعد خرجتها دهنتها بالزبدة وحمرتها نصيف ساعة